مشاهدين لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي يعني بعد التحية ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه جهود الوساطة الدبلوماسية بالنيجر وكيف يمكن التغلب عليها خاصة بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها منخرطة مع عدة دول بالمنطقة لاستعادة النظام الدستوري بالنيجر مرحبا رغدا بالفعل أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها للوساطة هي العناد الذي يمتاز به القادة العسكريون في النيجر ورفضهم لأي محاولة للتفاوض واشنطن عبرت عن قلقها الشديد والبالغ إذا رفض القادة العسكريين في النيجر لقاء الوفد الثلاثي الذي نظمته إيكواس للتفاوض بشأن عودة الرئيس محمد بازوم لما في ذلك من قتل للفرصة الأخيرة ربما لعودة النظام الدستوري في النيجر وعودة الرئيس محمد بازوم مرة أخرى أيضا هناك أمر آخر برز للسطح اليوم يقلق كثيراً الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر وهو صحة الرئيس محمد بازوم واشنطن قلق جداً بشأن صحة رئيس النيجر محمد بازوم بسبب بعض التقارير التي وردت من هناك على لسان بعض أعضاء من حزب بازوم تتحدث عن أنه وعائلته ليس لديهم وصول للرعاية الصحية في المكان المحتجزين فيه ليس هناك ربما معلومات دقيقة عن صحة بازوم ولكن عدم وصوله إلى رعاية صحية يضعه في خطر وهذا يقلق أيضاً الولايات المتحدة والتي بالفعل منخلطة في حوارات ربما في اتجاهات ثلاثية مع بازوم من ناحية مع القادة العسكريين من ناحية أخرى ومع دول الجوار ودول إيكوس على وجه الخصوص نعم رمي ما هي توقعات عموماً بشأن مستقبل الرئيس المنتخب محمد بازوم والجهود المبذولة لاستعادته للسلطة مرة أخرى الولايات المتحدة لديها أمل كبير في عودة محمد بازوم ولكن بالأمس كان يتحدث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر ويقول إننا واقعيون الأمر صعب ليس من السهل إعادة محمد بازوم مرة أخرى خاصة في ظل عناد القادة العسكريين في النيجر ولكن الولايات المتحدة تتمسك بكل أمل ممكن لإعادة محمد بازوم إلى السلطة وإعادة النظام الدستوري وإعادته بشكل سلمي وأن لا يعود على ظهر دبابة كما يقولون وهي تستبعد التدخل العسكري تماماً أو ترى أن التدخل العسكري ليس حلاً وإنه فقط سيزيد الأمور سوءاً وأكثر ربما ما يقلق الولايات المتحدة كما قلت هو فشل مهمة إكواس الأخيرة والاجتماع الذي سينعقد اليوم في أبوجا بنيجيريا لدول إكواس وتخشى الولايات المتحدة ما سيصدر عن هذا الاجتماع حيث أن بعض دول جوار النيجر ربما تكون مع التدخل العسكري نتيجة التأثير الفرنسي فرنسا ترغب في التدخل العسكري وتجده حلاً بينما الولايات المتحدة متمسكة بالحل الدبلوماسي حتى النفس الأخير وهذا التدخل العسكري بالتأكيد سيسبب حالة من الفوضى كما تقول واشنطن وهذه الحالة من الفوضى ستستغلها مجموعات إرهابية ومتشددة موجودة بالفعل هناك بالإضافة إلى مجموعة فاغنر والتي تخشى الولايات المتحدة تأثيرها الكبير خاصة في منطقة وسط وغرب إفريقيا نعم تضحت الصورة وكنت معنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر